بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل عرض various styles of CNC turning center وبنعرض للgang type هذا النوع من styles بيتكون من وعندنا tooling table ودي هنا ده tool holder وعندي بعد كده بيجد ان عندي x axis بينتق من اني the entire tooling table moves يبقى لو ال entire table moves up تديني x plus moving down يديني x minus بيجد بعد كده z axis هو نفسه زي ما هو ما تغيرش ان عندنا لو اننا لو انا مو الحركة في اتجاه الـ يبقى z minus away from the chuck يبقى z سالبة بيقولي tool change time لهذه النوع من المشين is almost nothing لان زي ما انت شايف tool holder بيبقى سهل جدا تركيب التول في عندي الجانج type which tends to be quite small and are used for high production and commonly have bar feeder هنا الwork piece دي بيبقى فيه power feeder الpar feeder بيعمل ايه التغذية هنا هو يبقى اذا انا هقدر في كل خلصت جزء خلصت البرودكت الاول اعمل cut and so on خلص البرودكت الاول cut وجزء والبرودكت التاني and so on دي كده اللي هي الجانج طيب الاخر نوع هنتكلم عليه في هذا اللي chapter هو sliding head stock sliding head stock تكون من ان عندي ادي lead shock وعندي ادي التارت بيقول لي التارت هنا هي اللي بتتحرك وتform ايه ال x axis ادي ال x minus وادي ال x plus او او towards the axis of the work piece or x plus او away from the axis of the work piece فبقلي tool only moves in x axis او يعني هنا z axis الطول بس بتحرك up and down only قلي او مش هو اللي بيتحرك على الشغلان عشان يعمل عملية تشغيل على work piece وما لزا تحرك في z قلي هنا الفيدر work piece moves in z axis ال work piece هي اللي بتتحرك في التغذية للشغلان عشان يقدر يديني z axis او زي ما انت شايف فهو يبقى ازا دي work piece خلاص خلاص جزء يفضل عملية التغذية لو انا متحرك يبقى هنا اشوف z minus لو انا متحرك في اتجاه التول z plus if i'm moving away from the tool بكده نكون وصلنا لنهاية هذا chapter نراكم ان شاء الله في chapter القادم السلام عليكم ورحمة الله